اشتركوا في القناة افضل من العام الماضي من ناحية واردات اعالي سد الموصل يعني العام الماضي كانت واردات سد الموصل اقل من هذه السنة نعم هذه السنة الحمد لله الواردات لا بأس بيها وايضا كانت لنا فرصة للارتفاع في منسوب سد الموصل من منسوب 319 إلى 321 حقيقة هذا المنسوب كان منذ عام منذ اكثر من 10 سنوات إلى 12 سنة لم نتجاوز هذا المنسوب ولكن الحمد لله الان اعمال الصيانة جيدة في مشروع سد الموصل الامور كلها ايجابية اتخذت الوزارة هذا القرار الجريء برفع المنسوب والحمد لله تخطيناه بنجاح اليوم لو تحدثنا عن الاضرار الذي يسببها ارتفاع منسوب المياه هل هناك اضرار معينة؟ يعني هو بالتأكيد ارتفاع منسوب المياه اين؟ يعني في مؤخر سد الموصل ام في سد الموصل ام في نهر دجلة يحدد هذا له تأكيد؟ بالتأكيد واجب السدود وخزن المياه وتنظيم اطلاقاتها في نهر دجلة اليوم اين هو بالتحديد الاضافة المياه؟ اين هو الارتفاع بالتحديد؟ في اي جهة في السد؟ اللي حصل انه منسوب ارتفاع الخزن في سد الموصل الى منسوب 321 حقيقة هذا الرقم الى فد يعني الى سبب معين 321 هذا منسوب المسيل المائي في سد الموصل ارتفعنا هذه السنة مترين وتجاوزنا المترين حقيقة لغرض دراسة واقع حال السد في ظل وجود خبراء عالمي في لقى المهندسين الامريكي وايضا وجود شركة متخصصة عالمية كشركة تريفي فكان قرار الوزارة حقيقة بارتفاع بالمنسوب لفحص منشآة السد بالكامل منشآ المسيل المائي في سد الموصل لم يفحص ولم يشغل منذ اكثر من 13 سنة لغرض تشغيله يتطلب الارتفاع بالمنسوب كيف تعاملتم مع هذا الوضع كوزارة وككوادر؟ بالتأكيد استنفرت الوزارة كافة طاقاتها وامكانياتها لمراقبة السد خلال فترة ارتفاع المنسوب نظرا لأهمية سد الموصل سد الموصل هو سد حيوي مهم وسد إلى قيمة حقيقة كبيرة جدا يخدم حوض دجلة بالكامل فالارتفاع بالمنسوب كان إلى حقيقة أثر إيجابي في ارتفاع نسبة الخزن في سد الموصل وكذلك فحص منشاءات السد التي أثبت حقيقة أن السد الحمد لله بحالة جيدة ولم تظهر أي مؤشرات سلبية نتيجة لهذا الارتفاع نعم أستاذ مهدي اليوم لو تحدثنا عن الوضع بشكل عام في سد الموصل ما تقييمكم له؟ الأوضاع لحد الآن حقيقة طبيعية ولا توجد فيها أي مؤشرات تثير القلق من ناحية التحشية والأعمال التي تقوم بها التغادر؟ من ناحية طبعا الأعمال في سد الموصل تقوم بها شركة تريفي أعمال تصير بوتيرة حقيقة جيدة وهي مرضية من ناحية الفنية بلا درجة كبيرة اليوم كيف تقييمكم لعمل شركة تريفي الإيطالية بالنسبة لسد الموصل؟ بالتأكيد التقييم هو على مستوى عالي من التقييم الشركة جلبت خيرة خبراتها العالمية في هذا المجال سد الموصل هو تحدي كبير لكافة الشركات في العالم شركة تريفي تحاول أن تثبت أنها متمكنة في هذا المجال وفي مجال هذا السد الذي يمثل هو من السدود الخطرة في العالم والحمد لله البوادر التي حد الآن تشير إلى أن عمل الشركة يسير بتقنية جدا عالية أدخلت الشركة العديد من المعدات بتقنيات عالية تكنولوجيا حديثة يتدرب الكادر مع كوادر شركة تريفي بالشكل كبير حقيقة الأمور كلها لحد الآن إيجابية ولا توجد أي معشرات جيد أستاذ مهدي قبل عام تقريبا تحدثنا أيضا في برنامج عن ثرثرة إعلامية وحديث عن انهيار سد الموصل الآن قبل فترة قريبة أيضا أعيد هذا الحديث عن وجود خطر على سد الموصل اليوم رأيكم بهذا الموضوع كوزارة أنتم تتابعون الشركة الإيطالية وعملها كيف تقيمون هذا الوضع؟ يعني إحنا كوزارة كان رأينا من قبل سنة هو نفس الرأي حقيقة لحد الآن لم يتغير لأن دخول شركة تريفي ودخول خبراء أميركان في موقع المشروع يزيد من اطمئنان حقيقة الوزارة من ناحية كفاءة السد وكفاءة الأعمال فبالتأكيد بالتأكيد يعني إحنا موضوع الثرثرة الإعلامية قد تكون لديها سبب ولكن لا أحد يستطيع أن يخفي أن هناك مشكلة في سد الموصل هي مشخصة منذ عام 86 وقبل هذا التاريخ ولكن أيضا بوجود المشكلة هناك المعالجات الفنية لهذه المشكلة والمعالجات حقيقة أثبتت قدرتها في المحافظة على هذا السد خلال أكثر من 30 عام وإن شاء الله يستمر المحافظة عليه أيضا خلال الفترة القادمة وزارة المورد المائية في فترة أخيرة أقامت مؤتمرات كبيرة وكثيرة ومنها المؤتمر الدولي الذي كان يختص بسلامة سد الموصل ما مخرجات هذا المؤتمر؟ حقيقة هذه المؤتمر الوزارة وبخصوصا السيد الوزير دكتور حسن الجنابي كان حريص على أنه تعرض كافة المعلومات الخاصة بالسد على جميع الذين يستفادوا من هذه المعلومات سد الموصل هو سد الكل يبحث عن دراسة هذا السد وتقديم الخبرات فارتأت الوزارة حقيقة أن توضح للرأي العام والرأي العام الداخلي والرأي العام العالمي حول مجريات تنفيذ العمل في سد الموصل حتى علق المواطن وأيضا الشركات العالمية أو الباحث العالمي يتابع ما وصلت إليها أعمال الصيانة والتكنولوجيا الحديثة في سد الموصل فكان هذا حقيقة واحدة من الأسباب المهمة لسعة الوزارة وحقيقة سيد الوزير كان حريص على مثل هذا المؤتمر أن يقام في مثل هذا الوقت نعم إذن لو تحدثنا عن سيطرة داعش لنينوى كيف هو الوضع الآن بعد التحرير كيف رأيتم والوضع المائي بالنسبة للعراق هل أثر داعش على الوضع المائي في العراق؟ يعني بالتأكيد داعش أثر بشكل كبير على الوضع المائي في العراق من خلال سيطرت على بعض المنشآت المهمة داعش سيطر في فترة من الفترات على سد الطبقة في سوريا وأيضا قطع نهر الفرات بالكامل عن العراق هذه كانت واحدة من التحديات الكبيرة التي كان يعاني من العراق وأيضا خلال هذه الفترة أيضا سيطرت داعش ولكن الآن سمعنا أنه سد الطبقة قد تحرر تم تحريره من تنظيمات داعش الارهابية أيضا عانينا خلال هذه الفترة الماضية فيما يخص حوض الفرات من الكميات هذه كلها تحديات حقيقة أيضا سيطرت داعش في فترة من الفترات على سد الموصل كان أيضا إلى تأثير سلبي على كميات المياه لأنه كان هناك تحديد في الأطلاقات جيد لو تحدثنا عن التحرير بشكل كامل لمحافظة نينوة التي تحتوي على أكبر سد هو سد الموصل في العراق كيف يتم إعادة تأهيل الشركات السدود الدوائر التابعة لهذه الوزارة يعني حقيقة كسد الموصل هو بعيد طبعا عن عملية التحرير الحالية لأنه السد قد تم تحريره منذ أكثر من سنة النص على هذا أما بالنسبة إلى دوائر الوزارة في محافظة نينوة فبالتأكيد الدوائر التي في الجانب الأيسر نعتقد أنها قد باشرت بأعمالها تم تأهيلها من جديد العمل؟ أعمال طبعا أكيد تأهيلها التي تحتاج إلى تأهيل هناك صندوق لعادة المناطق المحررة صندوق المناطق المحررة الآن الوزارة تعمل بالتعاون مع القائمين على هذا الصندوق صندوق أعمار المناطق المحررة أي لتأهيل الدوائر دوائرنا إذا نتكلم عن هيئة السدود وغيرها باشرت فعلا في مهام عملها لكن سيد مهديا الكثير من الدوار والوزارات بادرت هي بإعادة أعمار دوائرها وباشرة والعمل لماذا متوقفة لحد الآن؟ أبدا الوزارتنا أيضا بادرت كوادرنا بإمكانياتها المتوفرة للوزارة الكل يعلم أنه الوضع المالي هو صعب للبلد بصورة عامة ولكن بإمكانيات الدوائر رجع الدوائرنا تعمل ميزانية 2017 كم خصص مبالغ لكم؟ ميزانية 2017 للوزارة هي 5% من ميزانية 2013 يعني مجموعة المبالغ التي خصصت إلى الوزارة هي تقارب 82 مليار دينار في حين كانت في السابق مليار تريليون و700 مليار دينار بالتأكيد هذه المبالغ هي قليلة جدا إذا قياسا بخطة الوزارة الواسعة هناك إزمة حقيقية بالنسبة للوزارة الموارد المائية هناك مناطق قد تحرر هناك دوائر تابعة لهذه الوزارة لن يكون هناك استثناءات بالنسبة للميزانية التي خصصت لكم خصوصا في وضع سد الموصل بالتأكيد سد الموصل أعطي أهمية خصص مبلغ بما يقارب 300 مليون دولار لعمل شركة تريفي وهذا المبلغ هو متوفر طبعا أعطي الأولوية القصوى من قبل الحكومة العراقية وأيضا هناك تخصيصات لعمل وزارة الموارد المائية في سد الموصل حقيقة نتأمل أنه خلال إئام القلية القادمة سيصار إلى أطلاق مثل هذه التخصيصات لديمومة العمل جيد إذن تقريبا كم دائرة تم تأهيلها أو إعادة نشاطها من جديد ما هي هذه الدوائر؟ يعني دوائر الوزارة بصورة عامة في محافظة نوبي جانب الأيسر أغلبها عادت للخدمة يعني أغلب الدوائر عادت للخدمة كل الدوائر اللي موجودة في الجانب الأيسر نقدر نقول إلى أكثر من 90% من هذه الدوائر عادت للخدمة وباشرة والموظفين نعم سيد ماندي حدثني عن أهم المشاكل والصعوبات التي تواجهها وزارة الموارد المائية في الوقت الحاضر يعني بالتأكيد الوزارة تعاني من تحديات كثيرة أولها هو التحدي المالي التخصيصات التخصيصات هي طبعا بالتأكيد عامل مهم كبير في استكمال مشاريع الوزارة المخططة لها ولكن بالتأكيد الوزارة تقدر الوضع الذي يمر بها البلد لأننا جزء من هذه الحكومة الوزارة جزء من هذه الحكومة نعمل بالممكن حقيقة الوزارة الآن تعمل على تقنين عمالها كيف تتعالجون هذه الأزمة المالية؟ يعني إدارة الوزارة تحاول بين فترة وإخرى سيد الوزير في عقد اجتماعات لتوضيح الأهمية هذه المشاريع وبالتأكيد تطرح هذه على رئاس الوزارة وفي أغلب الأحيان نحصل على نتائج إيجابية في تمويل بعض المشاريع المهمة إذا لديكم مشاريع مهمة ممكن الميزانية لا تؤثر عليها بشيء ممكن تحاولون أن لا تؤثر الميزانية على الوضع المائي في العراق بالتأكيد نحن نحاول بالتأكيد الوزارة في ظل هذه الظروف الاستثنائية تعمل على إعادة برمجة لمشاريعها بإعطاء الأولوية إلى المشاريع التي تهم إدارة الموارد المائية مثلا إعادة تأهيل المنشآت السيطرة الرئيسية السدود، السدات، البحيرات، النواظم الرئيسية لأن هذه هي العمود الفقري لإدارة الموارد المائية في العراق اليوم كم تحتاجون من المبالغ لإعادة الدوائر في الموصل في الجانب الأيمن والجانب الأيسر؟ يعني حقيقة أنا ما عندي فد رقم متكامل الآن لأنه عمليات تحرير صد الموصل تسير بوتيرة فكل فترة تتحرر دائرة يكون هناك تقين بهذه أجزاء كبيرة تم تحريرها يعني أغلب الأجزاء تم تحريرها حقيقة الإحصائية أنا أعتذر ما عندي هذا الرقم موجود حقيقة في دائرة التخطيط والمتابعة والدائرة المالية في الوزارة هناك أرقام مثبتة الدائرة التي يتم تأهيلها من جديد يعود الكوادر للعمل مجددا لكن هذه الكوادر تحتاج إلى رواتب تم توزيع رواتبهم أم لا؟ بالتأكيد كهي عامل السدود أطلقنا الرواتب التي كانت ضمن الادخار إلى كافة كوادرنا بالذات في سد بادوش أطلقت جميع رواتبهم وزعت المدخرة المدخرة تم توزيعها الآن كيف يتم العمل؟ يعني باشروا الآن بعادة ترتيب أوضاعهم جميع كافة الأوليات الخاصة بأعمالهم وتسير الأمور بين سيابية حقيقة الآن جيد لديكم إحصائية عن أعداد الموظفين الذين عادوا للعمل مجددا في دوائركم؟ يعني الإحصائية حقيقة أنا ما عندي الرقم لأنه هذا الرقم يهم كل الوزارة ولكن أعتقد أنه أكثر من 80% من كوادرنا عادت للعمل باستثناء بعض الكوادر يعني هذا طبعا هو التدقيق الأمني أشار إلى أنه أكثر من 80% من الكوادر ماكوا عليهم مؤشرات وهناك بعض الكوادر هم خارج العراق غادروا العراق أثناء فترة وجود داعش الأرهابي في محافظة نينوة والآن هي قيد التدقيق جيد كوادركم واجهوا مشكلة بالنسبة للتصاريح الأمنية ويعادة العمل من جديد التدقيق وغيرها من الأمور؟ أبدا هو هذا إجراء روتيني قامت بالدولة وقدمت حقيقة الكثير من التسهيلات للدوائر يعني تحديثات التسهيلات دائما موجودة نحن في بداية التحرير تشكلت خلية أزمة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وكان هناك توجيه صريح بالكتابة لجميع الكوادر فبعثنا القوائم والآن القوائم تأتي تباعا الموافقات الأمنية تأتي تباعا يعني من ناحية سد بادوش كوادر سد بادوش في محافظة نينوة أغلب الموافقات الأمنية وصلت وسلم جميع مستحقاتهم سيد مهدي كان لكم زيارات لسد الموصل للموصل لمتابعة الوضع المائي في تلك المدينة؟ بالتأكيد الزيارات مستمرة إلى سد الموصل بشكل مستمر ذهبت للمدينة وشهدت الموصل؟ المدينة لحد الآن حقيقة ما صارت فرصة لزيارة المدينة نأمل أنه نزورها إن شاء الله خلال الفترة القادمة ذهبت للسد؟ بالتأكيد السد زياراتنا مستمرة كيف ترى الوضع في مدينة الموصل الآن؟ نتمنى ونتفاعل خير إنه الأمور إن شاء الله بالمستقبل القريب تتحسن إلى درجة جدا كبيرة هل وضعتم خطط ما بعد تحرير الموصل؟ هل لديكم مشاريع؟ وخطط ما بعد داعش للتطوير وتأهيل المباني من جديد الأعمار وغيرها من الخطط والمشاريع؟ لكم هذه النية أم لا؟ بالتأكيد نحن لدينا مشاريع متوقفة سد بادوشي هو مؤخر سد الموصل هذا واحد من المشاريع المهمة المتوقفة سيعاد العمل وإعادة تكمال الدراسات الكثير من المشاريع ريج جزيرة الغربي والجنوبي الكثير من المشاريع داخل محافظة نينوات خص الموارد المائية كلها سوف تدخل إعادة التأهيل طبعا سيد ماني هناك تفاصيل تتحدث عن نقص في المياه في العراق هل يكفي المياه الاحتياطي لست حاجة الزراعة وغيرها من الأمور في هذا الفصل في الصيف؟ بالتأكيد حجم الخزين التراكمي الإجمالي حاليا يسجل نقص بمقدار 4 مليار عن ما تحقق في العام الماضي ولكن أيضا الوزارة في إدارتها الجديدة الحالية وإدارة الموارد المائية عمدت على تأمين الخطة الزراعية الصيفية بشكل كامل إن شاء الله لهذه السنة وأيضا تأمين الحصة للرية الأولى للزراعة الشتوية القادمة إذن ليس لدينا نقص؟ النقص موجود ولكن الإدارة الموارد المائية تحسنت هناك احتياطي موجود؟ بالتأكيد لو تحدثنا أيضا عن سد الموصل بما يخص توفير المياه للعراق تقريبا كم يوزع للعراق من سد الموصل في مختلف المناطق؟ وما هو تأثير سد الموصل على المياه في المناطق والمحافظات بشكل كامل؟ يعني سد الموصل يعتبر سلة العراق المائية فيما يخص حوض دجلة يعني هو أكبر سد بالعراق على حوض دجلة الآن بارتفاع المنسوب حققنا خزين إضافي في سد الموصل تجاوز 600 مليون متر مكعب هذه الكمية حقيقة خزنها في سد الموصل تخدمنا في الزراعة الصيفية والشتوية القادمة أيضا من ناحية الكم ومن ناحية نوعية المياه نوعية مياه سد الموصل من أفضل النوعيات من ناحية جميع عناصرها سابقا كنا عندما نقرر على منسوب 319 كنا نطلق الكميات الفائضة إلى بحيرة الثرثار بالتأكيد اختلاط المياه مع نوعية المياه في بحيثها يؤدي إلى تقليل نوعية المياه من ناحية النوعية الآن النوعية جدا جيدة حفاظا نحافظ عليها في سد الموصل ونطلقها في وقت الحاجة طيب ما تأثير انقطاع الماء من دولة تركيا على العراق؟ يعني بالتأكيد هو انقطاع الماء من دولة تركيا سبب كارثة هذه الموضوع حقيقة نحن نتمنى أن نوصل إليه وهناك تحركات جدية حقيقة من الوزارة كان هناك وفد برئاسة الدكتور حسن الجنابي وزير الموارد الماء إلى تركيا كنت أيضا أنا معه في هذا الوفد صار لقاء حقيقة إيجابي جدا مع الأخوان الأتراك في الجمهورية التركية في هذه الفترة الأخيرة؟ نعم نعم كان هناك نعتبر لقاء إيجابي لأول مرة الحكومة التركية تعترف بصيغة أن هناك حصة مائية للعراق هذا منطوق جديد وهذا منطوق إيجابي الحكومة التركية أبدت تجاوبا في موضوع سد أليسو وطريقة إملاءه حتى ليصبنا أي ضرر حقيقة للجانب العراقي تم التعاقب مع الدولة التركية بشأن هذا الموضوع لضمان حصة العراق من المياه؟ للأسف لا يوجد اتفاقية دولية لحد الآن الحكومة العراقية حقيقة حريصة على أجراء مثل هذه الاتفاقيات ولكن أعتقد أنه الموضوع لا يمكن تحقيقه بالوقت الحاضر يتم العمل على هذا الموضوع لضمان حصة العراق من المياه؟ بالتأكيد هذا العمل هو مستمر الحكومة حريصة والوزارة حريصة على أجراء مثل هذه الاتفاقيات إذن في نهاية هذه التخطية الأستاذ مهدي رشيد مدير عام السدود في العراق شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لحسن المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة